المنتخب الوطني بكرة أمام غانا اللي فيتوريا أعلن في المؤتمر الصحفي أنه هيعدل من طريقة اللعب والتشكيل وده اللي إحنا قلناه لك في يعني بعد مباراة موزنبيق على طول اشتغلنا بأخبار بأخبار وقلنا لك كابتن محمد فروه هنا طلع لك أن فيه اتجاه لتعديل طريقة اللعب والتشكيل على طول بعد الماتش بعد ما اشتغلنا وبعد ما اتكلمنا فريق الاعداد مع المصادرنا اللي موجودة في كودفور وبالتالي النهاردة فيتوريا المدير الفني للمنتخب بيطلع النهاردة ويخلي بالك قلمة لما بيطلع مدرب لفرقة قبل مباراة ويطلع يعلن أن هناك اتجاه لتعديل خطة اللعب والتشكيل بكرة أمام غانا واحد هطلع يقولك يعني أنت جبت الديب من ديله ما أنا لما بجيب لك الديب من ديله بتعمل نفسك مش شايف برضو يعني فمش عايز بس الكلام اللي احنا بنقعد نقوله كده وخلاص لكن خلينا أرجع وأقولك أن فيتوريا اجتمع مع اللعيبة وده أمر طبيعي وكان منفعل جدا بسبب تكرار الأخطاء الدفاعية في المباريات الرسمية الحاسمة ده واحد من اللي يعني تسبب فيه إزعاج فيتوريا وتكلم فيه مع الجهاز المعاون هي تكرار الأخطاء الدفاعية اللي هي سوق التمركز وسوق الرقابة واللي تسببت كمان فيه الهدفين اللي احنا شفناهم من حط بقى تحت كل يعني مع احترامي طبعا لمنتخب موزنبيق من منتخب موزنبيق اللي هو في المستوى التالت بتكلم على الكورة ما بتكلمش على الدولة علشان أن أسبردو ما تقعدش تفسر بعض التفاسير احنا بتتكلم في كورة القناة فبالتالي أي حد قبل البطولة يقولك أن منتخب مصر هيكسب موزنبيق 3 أو 4 صفر والناس اللي بتطلع تتكلم وتقولك لا ما تقولش أن المنتخب مش هيكسب أو ما تقولش طب بعد ما انت بقى بتاخدها في وشك بتصطدم بالواقع بترجع ما بسمعش صوت حد بقى يا ما بسمعش أن احنا هنا كنا حذرنا من خلال محللنا سواء كابتن رضا عبدالعال كابتن محمود عبدالدهب إن رضا عبدالعال لا ده ضد أنا بقى عايزك تراجع كده كل الحلقات الراجل بيتكلم في الكورة بيتكلم في الفنيات نفس الأمر بالنسبة للمحمود عبدالدهب مين عائل هيبقى ضد منتخب بلدهب ترجمة نانسي قنقر